بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادتي مشاهدي قناة المهدي الفضائية في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم بشارات إلهية يقول الله سبحانه وتعالى وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيمي الصلاة ومما رزقناهم ينفقون هذه أيضا من الآيات الإلهية التي فيها بشارة لمجموعة من الناس وهم الذين أطلق الله سبحانه وتعالى عليهم صفة المخبتين المخبتين طبعا في التفاسير عندما نرجع إليها حتى نعرف المقصود بالمخبتين قسم من المفسرين ذهبوا بأن المخبتين هم المتواضعين والله سبحانه وتعالى بشرهم في القرآن الكريم الذين يتواضعون لأحكام الله سبحانه وتعالى ويتواضعون لأهل بيته الطاهرين يتواضعون ويسلمون لهم في أقوالهم وفي أفعالهم هذا جانب قسم آخر قال بأن المخبتين هم المخلصين الذين يخلصون لله سبحانه وتعالى في العبادة ويخلصون في الطاعة والتسليم لأهل البيت سلام الله عليهم وقسم آخر قال هم العابدين الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى ولا يشركون به شيئا فإذن كل الأقوال وكل المعاني صحيحة في هذا المعنى وفي هذا الجانب ولا تعارض بين هذه الأقوال المذكورة الله سبحانه وتعالى يبشر هؤلاء الأشخاص هؤلاء الناس في القرآن الكريم فيقول يبشر المخبتين يا رسول الله هذه بشارة من الله سبحانه وتعالى ورسالة تبلغها لهؤلاء الأصناف من الناس الذين يحملون صفة الإخباط هؤلاء المخبتين لهم علامات في القرآن الكريم حتى يمكن للإنسان المؤمن بأن ينال هذه الصفات ينال أن يكون ضمن هذه الفئة وهذه الصفة بأن يكون من المخبتين أولى هذه الصفات يقول الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم هذه أولا بأنه إذا ذكر الله سبحانه وتعالى قلوبهم تكون خائفة وجلة من ذكر الله سبحانه وتعالى هذه أولا ثانيا الصفة الثانية الصابرين على ما أصابهم لهم صفة الصبر على قضاء الله لهم صفة الصبر على البلايا وعلى المصائب التي يمرون بها لا يجزعون لا يملون لا يعترضون على أحكام الله على قضاء الله والصفة الأخرى المقيمي الصلاة الذين يؤدون الصلاة يلتزمون بأوقات الصلاة والرابعة ومما رزقناهم ينفقون لهم صفة الإنفاق ينفقون دائما في سبيل الله سبحانه وتعالى فلنأتي إلى كل صفة من هذه الصفات الأربعة ونبين شيئا مما ورد عن أهل البيت عليهم السلام فيها الأولى بأنه الصفة الأولى والشرط الأول بأنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم عندما يذكر اسم الله سبحانه وتعالى تجد بأن قلوبهم تكون خاشعة متواضعة لله سبحانه وتعالى هيبة لله أو هيبة من الله سبحانه وتعالى لاحظوا هناك رواية وردت عن الإمام الصادق عليه السلام يقول من عرف الله ماذا خافه الذي يعرف الله سبحانه وتعالى ويعرف قدر الله ويعرف هيبة الله ويعرف جلال الله سبحانه وتعالى لا يكون إنسانا متهاونا في التعامل مع الله سبحانه وتعالى في التعامل مع أحكام الله مع دين الله لا يكون مستهزئا بأحكام الله لا من عرف الله خافه يخاف ومن خاف الله حثه الخوف من الله على العمل بطاعته والأخذ بتأديبه الذي يعرف الله يخاف الله والذي يخاف الله يقوم بالالتزام بما أراده الله سبحانه وتعالى ويلتزم ويتأدب بآداب الله سبحانه وتعالى التي وضعها فبشر المطيعين المتأدبين بأدب الله والآخذين عن الله إنه حق على الله أن ينجيهم من مظلات الفتن أولاء ناس الله سبحانه وتعالى يتكفل بأنهم يموتون على الهداية يكون لهم حسن العاقبة في هذه الحياة ويحشرون في يوم القيامة من المؤمنين للناس الذين يكونوا ثابتين على هذا الدين ثابتين على هذه الولاية كذلك ورد عن أمير المؤمنين السلام الله عليه أنه قال إن الله إذا جمع الناس يوم القيامة نادى فيهم مناد أيها الناس إن أقربكم من الله أشدكم منه خوفا وإن أحبكم إلى الله أحسنكم عملا وإن أفضلكم عنده منصبا يعني مكانا أعملكم فيما عنده رغبة وإن أكرمكم عليه أتقاكم هذه أيضا من الأمور ومن القواعد التي بيّنها أمير المؤمنين سلام الله عليه في يوم القيامة بأن المعيار في التفاضل بين الناس يكون على هذه الأمور التي ذكرها وبيّنها فهذه إذن الصفة الأولى صفة الوجل والخوف من ذكر الله سبحانه وتعالى الإنسان يكون خائفا عندما يعرض عليه أمر فيه حلال وحرام أو فيه شبهة مدار شبهة بأنه لا يعلم بينه هل هذا الفعل حلال أو حرام يتوقف عنده الذي يخاف من الله سبحانه وتعالى لا يلقي نفسه في كل الأمور في كل المواضع فلنفرض بأنك في هذا اليوم عطشان وجاءك شخص لا تعرفه وقدم لك إناء فيه ماء فيه مشروب معين فيه شراب معين وأنت ليس لديك ثقة بهذا الشخص ولا تعرفه ولا تعلم ماذا يحمل هذا الإناء من أنواع الشراب هل تشرب هذا الماء هل تشرب هذا السائل أو لا العقل والاحتياط يدعوك بأن لا تشرب لماذا؟ لأنك تخاف على نفسك ممكن بأن هذا الشراب فيه سم فيه مادة ضارة فلا تشرب كذلك إذا طبقنا هذا الأمر في الأحكام الشرعية هل أنت عندما تصاب ببعض المسائل تواجه بعض المسائل في هذه الحياة ولا تعلم بأنه هل هذه المسألة حلال من الناحية الشرعية أو حرام هل هذا المال المتحصل من هذا الفعل من هذا العمل مال حلال أو مال فيه شبهة مال قد يكون فيه حرام مختلط بحرام هل تتوقف عنده أو لا الذي يريد أن يكون من المخبتين من الذين يبشرهم الله سبحانه وتعالى بالجنة وبالهداية يجب عليها أن يتوقف لأن الله سبحانه وتعالى بيّن بأنه الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فإذا أنت أقدمت على فعل معين ولا تعلم بأن هذا الفعل فيه رضى الله سبحانه وتعالى فهل أنت خفت الله سبحانه وتعالى؟ لا لم تخف هل قلبك كان وجلا من ذكر الله؟ لا لم يكن وجلا الصفة الأخرى والمعيار الآخر بأنه المقيمي الصلاة بيّنها الله سبحانه وتعالى الصابرين على ما أصابهم والمقيمي الصلاة لاحظوا هذه الرواية التي وردت عن الإمام الصادق عليه السلام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله ما من صلاة يحضر وقتها إلا نادى ملك بين يدي الناس كل صلاة فريضة يأتي ملك وينادي ولكن نحن لا نسمح هذا النداء ولكن رسول الله يخبرنا هذا الأمر أيها الناس قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على ظهوركم فأطفئوها بصلاتكم هذه أيضا من الأمور التي تبين عظمة الصلاة عظمة الاهتمام بالصلاة وكيف أن الصلاة تكون من موجبات المغفرة والتوبة عند الله سبحانه وتعالى والأمر الآخر كما قلنا هو الصبر على المصائب الذين يصبرون على ما أصابهم الله سبحانه وتعالى توعد هؤلاء الصابرين في هذه الحياة بأن لهم صلوات ورحمة من الله سبحانه وتعالى والذي يصبر على البلاء ويصبر على المصيبة يكون له أجر الإخبات أو يكون له صفة الإخبات وهو أن يكون من المهتدين الأمر الآخر الذي بيّنتها الآية المباركة بأنه هؤلاء الأشخاص ومما رزقناهم ينفقون هذه أيضا الصفة الرابعة في صفات الناس المخبتين هناك رواية وردت عن الإمام الباقر عليه السلام قال ما من عبد يبخل بنفقة ينفقها فيما يرضي الله أمر معين فيه رضا الله سبحانه وتعالى قد يكون مثلا صلة رحم قد يكون مثلا مساعدة فقير أو لا في بعض الأحيان قد يكون انفاق واجب مثلا دفع الخمس مثلا دفع الزكاة مثلا دفع الكفارات فيها أمور واجبة فرائض يبخل لا ينفقها الإمام الباقر عليه السلام يبين الأثر المترتب على ذلك الجزاء الدنيوي ليس الجزاء الأخروي الجزاء الأخروي مفروغ منه ولكن هناك أثر دنيوي في هذه الحياة يقول إلا ابتليه هذا الإنسان بأن ينفق أضعافها فيما أسخط الله أنت لم تقبل أن تدفع مثلا لنفرض هذا المليون في سبيل الله سبحانه وتعالى لم تقبل أن تدفعه بخلت في هذا المجال سوف يبتليك الله سبحانه وتعالى بمصيبة يبتليك بأمر معين بمسألة معينة وهذه المسألة فيها سخط الله قد يكون مثلا فيها إعانة على ظلم قد يكون مثلا فيها ارتكاب لمحرم قد يكون مثلا فيها نوع من أنواع الربا نوع من أنواع الرشوة يبتليك الله سبحانه وتعالى بقضية معينة فيها سخطه ويبتليك ويجبرك على أن تدفع أضعاف هذا المبلغ الذي كان من المفترض أن تدفعه في رضا الله أنت إذا كنت دفعت هذا المليون في رضا الله الله سبحانه وتعالى سوف يعوضك في الدنيا ويعطيك الأجر في الآخرة ولكن مما أنك بخلت عن دفعه سوف بالحلال سوف يهيئ لك أسبابا في هذه الحياة تجعلك تنجبر على أن تدفع أضعاف هذا المليون في سخط الله سبحانه وتعالى ما لك ذهب وفي مقابل ذلك بدون ثواب بل على الأكس من ذلك هناك عقاب وهناك جزاء عليك في الآخرة كذلك ورد عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام قال إياك أن تمنع في طاعة الله إياك تحذير أن تمنع في طاعة الله فتنفق مثليه في معصية الله أنت في طاعة الله تبخل لا تدفع سوف يهيئ لك ويقدر لك في هذه الحياة بأن تدفع وتنفقه مثلي ما أردت أن تنفقه في سبيل الله وفي طاعة الله سبحانه وتعالى تنفقه في معصية الله والعياذ بالله فهذه بشرى من الله سبحانه وتعالى لنا نحن المؤمنين إن شاء الله تعالى إذا أردنا أن نكون من المخبتين فهذه جملة من الآثار وجملة من الأعمال التي يجب علينا أن نقوم بها حتى ننال هذه البشرى الإلهية جعلنا الله وإياكم من المخبتين في هذه الدنيا ومن الفائزين بشفاعة محمد وآله الطاهرين في الآخرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين شكرا